اشتركوا في القناة 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 مدينة الدار البيضاء ستخرج قرار تحرير الأملك العمومي وهذا مجموعة الأمور من هنا ان شاء الله ترى مدينة الدار البيضاء اللي هي واحد المدينة واحد الجمالية كبيرة ان شاء الله البعث يقولك على مستوى ملعب كبير الدار البيضاء كانوا يعتقدون انه سيتم في اما الهرويين اما مطاقة تديمون حتى مع البوزكور ولكن تشير دياله الى مطاقة بالسليمان خلق واحد يجعلك احد الجادة داخل اوسط الدار البيضاء انت انت هتصفق مع درر اي او لا عادي ان نحاولو ان نديرون ملعب في بن سليمان اشياد السعادة اولا بانه سيكون عندنا وحد ملعب كبير بمواصفات اللي هي عالمية بالدار البيضاء ويكون اشوف دار بيدوه اول بن سليمان افهم اسليمان انا هنالكين اشكال اشكال هنالك لان اتكلمنا على بن سليمان اغلقى واحد كبير لانه عندنا كيف مكتلك فريقين عندهم واحد إلى من الجمهور ديالهم ويضاقوا اشكال في تنقل المدينة بن سليمان نحن عندنا نقدر كان لحب بادئة ان الملعب يكون في الجوار ديال مدينة الدار لبيضاء مينجزة شهره بن سليمان لان بن سليمان اقلقوا واحد صعوبة. هو كيف ما كنقوله اا كين فرحالITY ان توجد واحد ملعب واحد للمواصفة عالمية في مدينة الدار لبيضاء او النواحة للمدينة الدار لبيضاء وكين اشكال خاصة يكون واحد تختك له سريعا وهو تنقل ذلك الملعب لأن الكمل هائل دي الجماهير اللي عدنا بالكيف حيث يتبقوا البعض يقول بأن الوظيفة عن الملعب ستتوقف كما كان الملعب والنوع هذا الملعب والوظيفة دياله ستتوقف مع بعض كأس العالم يعني كما هدرت على المستوى الموصلات يعني ربط هذا الملعب بالدار بيضاء تقول بأن الوظيفة دياله ستنسالف كأس العالم مش تتافق مع هذا الرأي ما كانت تتافقش مع هذا الرأي كما تكلمت معك أستاذ العزيز قبل قلت لك أنه يجب أن يكون لدينا برنامج العمل يمكن أن نجاري عام بموسم بموسم هنا الإشكال الكبير اللي كان لقاوا دي المجموعة الفرق الوطنية هو ما عندهم مشروع ما عندنا مشروع دي المدى البعيد نضع مشروع دي العام سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات خصنا نوصلوا لهذا الشي اللي وصلنا له كيف مك يقول إسعان نبغي نوصلش حاجة خصنا واحد الهدف واحد طريقة واحد الخطة واحد الوقت ما يمكنناش أننا من ورات السن مصوش لذلك الوبجيكتيف ديالنا يعني خصنا واحد العمل استمرارية خصنا واحد الاستمرارية في العمل ملعب دي المدينة الدار البيضاء اللي هو اليوم وقارباً غادي نطالق الشي غال فيه خصنا من وراء خصنا تكون واحد الصيانة ويكون واحد تتبع وايضاً خصنا نحافظ الروح خصنا كنوا عارفين اش غنديرو فيه من بعد كأس العالم من في وثلاث سنوات صحيح وخصنا نبدأوا نفكروا بجموعة الامور اللي هي مثلا لا اهلنا واحد المنشاءة اهلناها ما يمكننا كل مرة أننا نبدأوا نخسروا عليها ونريبوها ونضيروا لا إله يعني خصنا نوضعوا واحد استراتيجية ديال العمل باش ان ذاك المنشاءات بقى كمرفق عمومي والحفاظ من نوع السغلال ديالله باش نكونوا في ناشئة مستقبلية انتبه انت من احد سكل مقاطعة مولاي رشيد ملاقعة مولاي رشيد المدبري لجودة المقاطعات يقولون بان اعطينا واحد اولوية كبيرة الريادة والملاعب ملاعب القرب في هذه المقاطعات بالنسبة لك هدوش الملاعب القرب فتحوا الابواب وفتحوا المجال للشباب للمنطقة اللي هم شغوفون بموارسة كرة القادة موضوع جد جد مهم صراحة منذ تولى مجلس مقاطعة ونشيد هو المجلس الحالي تدبرش البحلي كانت مجموعة لتدهورات على مستوى الريادة ما كانت تكلموش على كرة القادم ولكن كانت حضرت وكنت من الناس المشرفين لتنظيم مؤخرا واحد الملتقى الريادي كبير او مهرجان اسمينا مهرجان ريادي كانوا فيه التعريف بجموعة الريادات اللي احنا صراحة تفاجئنا ان امول يرشيد في هذوك الريادات 22 ريادة وما يفوق ذلك ما سيرل؟ عندنا الكرة القدم عندنا الباسكت عندنا كرة السلة عندنا الدرجات الهوائية عندنا الرماية بالنيبل عندنا زار مارسيو عندنا مجموعة الريادة عندنا جوجوتسو عندنا الكاراتي عندنا لايكيدو عندنا مجموعة الريادات اللي كانت في موليرشيد انا الغريف الامر صراحة انا كمو تتبعش المحلوك احد ساكنت من طاقات موليرشيد وبالاخص صبور نزيل وفعل ريادي وإطار ريادي لماذا لا نستغلوش هذوك الطاقات دياننا طاقات شابة طاقات شابة سيدنا الله ينصروا نتكلم بجموعة الخطابات لماذا ندعمو الشباب خصنا ندعمو الطاقات خصنا نشوفو اليوم خصنا نشوفو هذوك الهاميشية هرهو ما فينكين الطاقات كانت تكلموا على موليشت كانت تكلموا على الزيروكات صحيح أن الرياضة طاقية هي كرة القدم التي لدينا هي رياضة شعبية عندنا مجموعة الطاقات خصنا الفرق هذو لا الوداد لا الراجا لا الراسنج البداوي لا نجمو الشباب لا الاتحاد البداوي لا شباب السالمي لمجموعة الفرق اللي هما في القسم الشرفي الأول يحاولوا ركرتهم من هذوك الجمعيات اللي يشتغل اليوم في موليرشيد غير كرة القدم وصلنا يمزل ألف وسبعمائة ممارس راكم هائل من الممارسين وأيضا الجمعيات نجم تسع الكرة القدم مغربي هنا أحيانا ودل مريم ولدل مريم ولعفة بمجموعة الجمعيات اللي في الأحياء يعني الجمعيات يقدر يكون فيها مواهب أخرى غير خصليك تشفهم صحيح موجود المواهب كين المواهب وأنا كنقول بصالح العبارات إذا كانت الراجا والويداد عندها مشروع مستقبالي وفرق أخرى خصت منذ الأرض الواقع هذو الملائير اللي تخسر الراجل لإداد لتركيليتي لعبة اللي هم ديجافورميا خرين يمكن لأنا تركيليتي من زمعية الريادية بنا تقول لك العين تاقي باللي كانت يعني إشحال هدي في حد الزمان تكتشف اللعبة في تاقي بنهم على مستوى الكرة القدم الوطنية كانوا شيء أسمع لي معروف إلا على صاعد الويداد لا على صاعد الرجال لا على صاعد الرجال صحيح هلنا تكلمنا عن مرحوم وعداد من الناس من الناس الذين يشتغلون دورهم الأساسي هو أنه مريكولوتي ولا كرة اللي جينا قلنا نتكلمون عن مشروع لا تكلمنا عن مشروع نتكلمون عن ديما يكون عندنا نخالف لا غولاذ من شاء اللي نرى مرحوم الله يخلي صحيح تورا باقي في الحياة نحاولو نقلبو للناس أخرين اللي كتشتغل اللي نكونوها اليوم الحمدلله ولو ديفورماسيو مشكور سلق جعلو فرد مجموعة دورة تكونيها وعطاهم العصب الجهوية تهيارها فتحت الأبواب ديالها باش أنه يتكونوا المجموعة حنا رأى ولات من كشتنا نقتصر على أن لعب كرة القدم السابق يمكن يكون لنا الأجيال رأى لجينا نشوف ورأى مؤخرا شفنا المدرب ديالساندوز رأى ما عندوش بجريم إلا شفنا مورينيو رأى ما عندوش أحد كارير كبير كي لعب كرة القدم لكي ورأى تأميتي لكن عندنا ناس دي فورمي في هذا المجال ديال الريكريتمان ودللللزاجون جوور رأى يكلم أنه مدير الدور ديالهم ويجيبون لنا طاقات صغرى وطاقات كبيرة نقدروا نشوفهم استقبالا في المنتخب الوطني وأيضا في الفرق الكبرى في الفرق الأول مجموعة كبرى الوطنية لاجينا ندرو على مصطفى السهد رأى مصطفى السهد والموليرشيد يعني مجموعة ديالنائبين اليوم وخرج على مقاطعة موليرشيد كان واحد اختلاف وجهة النظر البعض تأيدت فكرة على الاهتمام بالريادة في هذه المقاطعة موليرشيد يقولون بأنا كرة القدم هي واحد للريادة اللي ستغريد الشباب بتاع المنطقة ولكن البعض الآخرت يقول لكم ما كيف هي الريادة يعني فين هي الثقافة فين هي البنية التحسية فين أمو الشوارع فين أمو كما هدرت عن حملات تحرير المنطقة العمومية يعني أسواق العشوائية المظاهر تعبادة وفاة المقاطعة يعني اشنا هو رأيك؟ أنا كمش تتبيعش المحلي وكاشخ سوود المنطقة نقول لك أن موليرشيد ممكن عند مجموعة ديال المشاياع اليوم متوقفة صراحة مجموعة المشاريع مثل اللي جنة نهدران على المركز السوسيو تقافي ريادي اللي لمشروع كبير دفرت به المقاطعة ديال مونيرشيد رأيك في طور التوقف دابة وليف الإنجاز بباط إنشاذي المرافق لا تكن من على مرافق موجودة صراحة المونيرشيد اللي تكن من على العملات ديال مونيرشيد رأيك رأيك عندها مجموعة مرافق ومجموعة ملعب القرب رأيك كم هاي رأيك غير ملعب القرب غير ملعب القرب المرافق الأخرى أعمل ساوي الطرقات اللي عمدوا اللي رأيك كان مجلس مؤخرا دار واحد العملية ديال 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 طوار يعني انت راضي على المدبري الجدود على المقاطعة ميمكن ليش أنني نعطيك واحد ديال ميمكن ليش نعطيك خلاصة ديال تدبرش المحلي إلى حين تسلل الولايدي لهذا المجلس أنا مجلس عنده عامين ونصف ميمكن ليش أن نقول كذلك يستداره لما دارش ولكن سأتكلم عن طريقة تدبر دياله الطريقة تدبر دياله الآنية هي طريقة صحيحة أنا ما كنت دافع ولكن كنت تكلم بصراحة لكل دي حقين حقه لأنني أضروع على الجانب الرياضي بأنني ملم بالجانب الرياضي ستتنظيم أيضا طريقة الاستفادة من الملاعب ولا تستطيع العدل في الاستفادة من مؤلسة الرياضة الجمعية الرياضة التي تشغل على مستوى التكوين القاعدي ستتتبع للمقاطعة وكان صراحة المقاطعة دارت مبلغها على مستوى البيضة الرياضية وهذا اللي ان شاء الله راواعدون عن قريب أنه غادي تم توزيع ديال هاد المعدات الرياضية باش تشغل دوكل الجمعية الرياضية والنواد الرياضية بوحت طريقة اللي هي صحيحة وتكون يكون ساليم أيضا مقاطعة من الناسية الحمد لله كتوفر على سبع اندية منها ست اندية كتلعب ديال كورة القدم الدكوري كتلعب في أقسم عصب الضرد الكورة القدم وعندنا فارق نسوي اللي كيلعب في القسم الثاني الاحترافي اليوم شعب لوحدا شكرا جزيلا على قبول الدعوة شكرا إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله برنامجة كازا سيتي